بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جمهير الأهل العظيمة جمهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم وقناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من السوديوح التحليلي وعودة مرة أخرى لبطولة الدوري العام النهاردة هتكون مباراة أمام فاركو ماتش صعب عشان يعني ساعات بيبقى إحنا عندنا قلق شوية لما بيجي ماتش بعد بطولة إحنا واخدينها أو بعد مباراة كبيرة إحنا واخدينها ولكن مباراة صعبة صعبة في الدوري أنت مطالب أنك تجيب الدوري حتى جديدة في مشوار النادي الأهلي في طولة الدوري اللي النادي الأهلي عنده فيه 47 نقطة بس 47 نقطة من كم مباراة من 19 مباراة فيوتشر اللي هو المتصدر عنده 48 نقطة من 23 مباراة يعني فيوتشر لعب أربع مريات زيادة عن النادي الأهلي ماتش مهم جداً قدام فرقة صعبة فرقة محترمة يمكن كانت مرت بظروف صعبة الفترة اللي فاتت قاعدت فترة كبيرة من غير مكاسب وبعدين آخر مباراة كسبت نادي الاتحاد 3-2 معهم مدير فن كبير بيعرف يلعب مع الكبار كابتن طرق العشن وبيعرف يجيد أمام الكبار وأجاد كتير أمام النادي الأهلي وكان لنا معه السنة دي مبارتين بس لما كان ماسك فريق نادي سموحة كان ماتش في الدولة العام وانتهى بالتعادل السلبي ومباراة في كاس مصر وانتهت بفوز النادي الأهلي 3-1